حققت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين العديدة من الإنجازات على مستوى مشاركتها في مختلف المحافل أبرزها تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات بين مختلف الدول وإثراء التجربة الديمقراطية للمملكة هذه الإنجازات لم تسطر إلا بفضل دعم ومساندة جلالة الملك المعظم والسياسة التي انتهجتها الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لنقل التجارب الفريدة والمنوعة في مسيرة البناء والتطوير الوطنية لمد جسور التعاون بين جميع البرلمانات والمجالس التشريعية في دول العالم من أجل الإسهام في عملية السلام والتعاون الدوليين وتقريب وجهات النظر حيال كافة المواضيع والقضايا ومن هذا المنطلق حرصت مملكة البحرين على تفعيل دور الشعبة البرلمانية للمشاركة في المؤتمرات البرلمانية لتوطيد العلاقات بين مختلف الدول وإثراء تجربة المملكة الديمقراطية الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين لعبت دورا كبيرا من خلال مشاركتها في العديد من الاجتماعات بالخارج ونقلت التجارب الحقيقية والفريدة والمتميزة لما تعيشه مملكة البحرين من نهضة شاملة على كافة العصعدة سواء كانت على تطور التشريعات والعمل البرلماني أو على صعيد تقدم المرأة أو مشاركة الشباب في التنمية أو في إيجاد تشريعات تتعلق بقضية المناخ أو الأمن السبراني بالإضافة للخطط التي رسمت لأجل ضمان حماية البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتغنية المعلومات إلى جانب كيفية مواجهة ظاهرة الاتجار بالأشخاص ناهيك عن الخطوات المتقدمة التي شهد لها القاصي والداني في سبيل تعزيز العمل المؤسسي لحماية العمالة التي بمجملها ميز المملكة بالمنظومة الواضحة والرصينة من القوانين والتشريعات التي حرصت على مراجعة النافذ منها وتحديثها بشكل مستمر إلى ذلك عملت الشعبة البرلمانية ورقم الظروف المرتبطة بجائحة كورونا على توظيف كافة الإمكانيات في المجال التكنولوجي من أجل مواصلة تفعيل الدبلوماسية البرلمانية وتحقيق الأهداف المرسومة واستطاعوا ممثلوا الشعبة الحصول على تمثيل في المواقع المتقدمة في رجان الاتحادات البرلمانية